في ذيل الآية المباركة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هذا غير علم الدراسة هذا علم هذا علم علمناه من لدنا مو هذا الكتاب مو كتاب تقرأه أنت ولذا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا علمنا ليس من أفواه الرجال ولا من كتب نقرأها إذن يا ابن رسول الله ما هو علمكم قال شيء آخر هذه أفواه الرجال وكتب تقرؤونها تدرسونها هذا العلم ماذا هذا العلم الدراسي ولذا بعد لا تستغرب أنه في بطن أمه وهو عالم لأنه نحو آخر من العلم هذا ما يحتاج زمانه مكانه أستاذه معلم معلمه هو الله ولذا بعد لا تستغرب أن الإمام الجواد قبل الثامنة يكون ماذا إماما مفترض الطاعة على العالمين متى تعلم مش وقت تعلم الزمان شون ساعده الجواب هذا الزمان مكانه أستاذه كذا مرتبط بعلم شنو بعلم الدراسة لا بعلم الوراثة وإلا هؤلاء علومهم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوع يا وارث إبراهيم يا وارث موسى يا وارث عيزة يا وارث خاتم الأنبياء أمير المؤمنين فاطمة هذا علمهم وراثي هؤلاء هذا علم الإراءة هناك أي